التسعة وحداشن دقيقة تحية لكم وينما كنتوا صديقنا كريم الترابلسي عمد ديديكات سبيسيال للولدو سيف اللي عمره اليوم 17 سنة يقولوا نحبك برشا كل عام وانتي حايب خير سلموا عليك كريم ونسلموا على ولدو سيف وان شاء الله كل عام وهو حايب ألف ألف خير ندائر أصدقائنا على اليوتيوب وصديقتنا عواطف حمدي ندائر تفلع مرة ثمانية سنوية بربي محتاجة لدوي السرطان عافينا وعافيكم الله مفقود شوية تقول اسمه كان مانيش غالط اكس جاد اكس جاد اكس جاد هكا اكس جاد هكا دونك اللي نجم يعاون يتصل بنا ولا يحط كومنتير على اليوتيوب نحاولو نتصلو به دونك اكس جاد اكس جاد اكس جاد اكس جاد اكس جاد طفلة عمرها ثمانية سنوية تربيش فيها وربيش فيه اللي جميع سعادية باستقبال وبحثينا منورنا كيما كل أسبوع كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين كوكي شيخ صباح الانوار صباح الورد ولياسمين جمعة مباركة ان شاء الله ربي يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال خويل عزيز امين ربي يتقبل مننا ومنك صالح الاعمال جمعة مباركة شيخ حكينا الأسبوع الفارد على الغفلة وحكينا على عوارض الغفلة وحكينا على الانسان الغفل وقتش يكتب وغفل من الحاجات اللي يتعاون الانسان انه لا يكتب غفل من الحاجات اللي يتعاون الانسان انه يتغلب على مرض من امراض الحياة الدنيا ومرض من امراض القلوب وهو الغفلة هو الذكر والمواظبة على الذكر واذكار السباح واذكار المساء واذكار ما بعد الصلاة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا في كل لحظة من حياتنا خاصها بذكر كتطلع فيك ارهابتك كي تهبط كي تأكل كي تشرب هذا مش نحاولو نبسطوه شوية لناس اللي تسمع فينا اليوم فضائلو الذكر شيخ سيف الدين الكوكي لك الكلمة الله بارك فيك خوية الغالي خليني نقول لك بداية ان اعظم عبادة اعظم عبادة على وجه الارض يمكن ان يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى هي ذكر الله اعظم من الصلاة الصلاة هي ذكر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا وحتى رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز قال في محكم تنزيله ولا ذكر الله اكبر يعني اكبر ما يمكن يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى هو ان تكون ذاكرا لله سبحانه جل وعلا حتى ان المولى سبحانه زكى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هنا الموضع جاء في شكل تزكية يزكي الله سبحانه وتعالى او يمدح الله عز وجل اولئك الذين يذكرون الله سبحانه جل وعلا وكما قلت انت ما فماش موضع في الحياة من اللي نقوم حتى لنرقد حتى عملية النوم يمكن ان تقرن ايضا بذكر الله سبحانه جل وعلا دل ذلك على ان هذه العبادة هي من اعظم ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله جل وعلا بالعباد انه تذكر ربي حتى وان كنت على جنابة حتى وان كنت في فترة حيث حتى وان كنت نايم حتى وان كنت مكش على وضوء فدائما وابدا الله عز وجل تحدث عن الذكر وخليني نقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صريحا في هذه النقطة وقت اللي كان جالس مع صحابة رسول الله جالس مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرح عليهم سؤال قش قال صلى الله عليه وسلم قال أفلا أدلكم على خير أعمالكم أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم يعني حديث قوي برش أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم قالوا بلى يا رسول الله فالصحابة كما أنا توى نحكي وقتل لي أول مرة قريت الحديث هذا وأنا أنتظر الإجابة كنت أنتظر إجابة أي عمل أعظم من الجهات في سبيل الله وأي عمل أعظم من إنفاق الذهب والفضة وأي عمل أرفع في الدرجات وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى قال أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله يعني سبحان الله هذا من العدل الإلهي العدل الإلهي يقتضي أنه يعطي عمل أو أنه يكون أقظم أو أعظم عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل يستطيعه القوي والضعيف والمريض والصحيح والغني والفقير حتى لو كان الجهاد أعظم ما يتقرب به إلى الله لكان القاعد والمريض يعني محروم محروم ولو كان الإنفاق في سبيل الله هو الأعظم عند الله عز وجل لكان ذلك الفقير محروم فالعدل الإلهي يقتضي قلك لا وهذا يدل على أن الله عز وجل غني عننا وعن أعمالنا وعن صلاتنا وصيامنا وحجنا والجهاد والإنفاق في سبيل الله فقط أذكر ثم أنت تذكر الله عز وجل فعادة حين أقول لك مثلا رفيق ولله تعالى المثل الأعلى بلا يذكرني في الميكرو اليوم وكذا وما لديكاس وكذا فيعود النفع لمن يعود للذي سيذكر أما في حق الله سبحانه وتعالى يعود للذاكر فإيانا أن نعتقد أن ذكر ربي سبحانه وتعالى يعود ينفع الله في شيء فالله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية لذلك يقول الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم خليني نقول لك يا رفيق أنه اليوم نعيش في زمن الضغط زمن المصائب زمن الابتلاءات زمن الخوف زمن واحد يديمه هكا في ستراس تغطي الحياة والمديات والمستقبل فيعيش في قلق نفسي ما يذن عليه العشاء وما حتى يتعشر لما سدره هكا ورأسه هكا وما يحط رأسه على المخدد كان يعلم به كالربي فالربي سبحانه وتعالى أعطاك سبيل الراحة والطمأنينة أش قال ربي جل وعلا؟ قال الذين يذكرون الله قال ألا بذكر الله تطمئنه القلوب فذكر ربي سبحانه وتعالى سبيل للطمأنة والراحة والطمأنينة فضلا عن أن الذكر ربي يحلك الببان كيفاش يحلك الببان؟ جاء للإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وقيل له يا إمام إني أشكو ذيقا في الرزق فقال عليك بذكر الله عليك بالاستغفار ثم جاء الثاني وقال له زوجتي تشكو العقم عندها مدة ما جابت ليش الصغير فقال عليك بذكر الله وكثرة الاستغفار جاء الثالث وقال أنا فلاح أشكو القحت فماش امتر فقال عليك بالاستغفار وكثرة ذكر الله سبحانه فتعجب الحاضرون وقالوا يا إمام الأسئلة متعددة والإجابة واحدة فقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى ألم تسمعوا لقول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتوارا وهنا أريد أن أقف عند ما لكم لا ترجون لله وقارا كأن ذلك الذي لم يذكر الله سبحانه وتعالى ولو لمرة في اليوم كأنه لم يوقر الله عز وجل ولم يعظم رب العزة جل وعلا فبالتالي ذكر الله سبحانه وتعالى خليني نقول لك من أعظم ما يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهذا اللسان عود هذا اللسان على ذكر الله سبحانه خليني نقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكرر على اللسان وقر في الجنان الكثير من الناس واحد يسألني والله يضيف يسألني قال لي هو دكتور قال لي لماذا لا مثلا الاستغفار مرة استغفر الله لماذا التكرار لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة من ذكر الله مئة مرة من استغفر 33 أكل الأعداد المعروفة في سنة رسول المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرت ذلك المثل الذي النجار وقتل يريد أن يرتب الخشب فيأخذ الماملسة اللي نحن نعرفها فيضرب ضربة واحدة فإذا ضرب ضربة واحدة فهذا الخشب لن يصبح رتبا أما إذا كرر المرة تلو الأخرى والمرة تلو الأخرى فإن هذا الخشب سيصبح رتبا كذلك ذكر الله تعالى وتكرار ذكر الله سبحانه وتعالى بأذكار محددة حددها النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على الذكر وعلى الاستغفار والمداومة فإن ذلك سبيل بإذن الله تعالى لترطيب القلوب وجعلها قلوبا محبة لله سبحانه وتعالى في علاقة بالاستغفار يقول لك شيخ المداومة على الاستغفار إن شاء الله يا ربي تمهو الظنوب وإن محيت الظنوب فتحت الأبواب لأنه فما الظنوب جي بنا بتلقيت وتغلق الأبواب وتخلي الدعاء سعات لا يستجب إن محيت الظنوب فتحت الأبواب واستجابه رب العالمين للدعاء وصرت قريب من ربي أكثر لأنه الظنوب تضع حاجز بينك وبين رب العالمين وكذلك الظكر وكل أنواع الذكر صديقنا هيشيم يسأل هل يوجد شرط أو شروط لقبول الذكر شيخ؟ طبعا شوف نحن الكلنا مقصرين في حق ربي يعني ما فماش كما تسبقوا قلنا أنه ما فماش إنسان معصاش ربي ما فماش إنسان ما قصرش في حق ربي سبحانه وتعالى ورهوا ذكر ربي تقول لي أنت هل يوجد شرط؟ رهوا مدام ربي مدامك أنت ذكرت ربي فاعلم أنه توفيق من الله عز وجل ربي أذن لك بشتك ربي أذن لك أن يذكر اسم الله على لسانك وإن كان غاضبا فكيف يوفقك ثم يمنعك من القبول فمن وفق لذكر الله سبحانه وتعالى هي علامة من علامات القبول نفسها فمن حرم الذكر فاعلم علم اليقين أن الله تعالى كره أن يذكر اسمه على لسانك فمن علامات القبول إذا ما فهم الشرط فبمجرد أن إنسان قاروح يذكر ربي سبحانه وتعالى فتأكد يقينا وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى قد كما وفقك لذكره فالله سبحانه وتعالى سيقبل بإذن الله تعالى أنه يكون حاضر شوية القلب قدر المستطاع مهم لا يعني أنه العبدك يسرع شيخ ربي لن يقبل الذكر ولكن شفت مرة معاش يكون يفسر الناس مثلا يبدأ شد السبحة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله قال لك أعيش المثلة على المستوى الإنساني أنا غلط في حقك وجيت قلت لك سمحني 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 اللي ميت مستفزة معناها أنك تعيشها تقول استغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه تعطيها حتى حقها في الوقت تخشع أكثر تستحذر روحك أكثر وتكون ما نعرش حتى شيء ما يعطي ربي معناها القدر القدر المتاع وجلال وغير وكذا ولكن على الأقل على قدرنا الإنساني نجم قدمه حاجة محترمة كي نحكيه على الله الذكر نعم سيد أخويا هو صحيح وحتى اللي يذكر بالطريقة اللي أنت ذكرتها من الأول هو أفضل من الذي لا يذكر أصلا ولكن الأفضل أنك تذكر ربي في حظرة رب العزة جل وعلا وأنت تدرك ما تقول وأنت تعلم وتدرك ما تقول حتى يخشع هذا القلب ألا إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله فالقلب إذا كان حاضرا مع ذكر الله وإذا قال العبد أستغفر الله مرة واحدة وهو يوقن بمعناها ومنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى وخاضع وربما يبكي ويقول مرة واحدة أستغفر الله أفضل من ذلك الذي يذكر الله تعالى بالطريقة التي ذكرتها وقلبه لاهن في أمور أخرى فدائما وأبدا أقول أنت في حظرة المولى جل وعلا أنت في حظرة رب العزة في الأولى أن تذكره وأنت منشغل به وأنت متعلق قلبك به خلينا أقول لك زادة أخوي الغالي ذكر ربي سبحانه وتعالى مهوش على سبيل الاستحباب ربا مهوش معتها أوبسيون في الدين أنك أيب الله يذكر ربي شد السبحة واذكر لا هو واجب وفرض افترضه الله سبحانه وتعالى على الأمة ربه واجب عليك أنك تذكر ربي سبحانه وتعالى مهوش أوبسيون مهوش من الكماليات في الدين أنك تذكر ربي بدليل أن الله سبحانه وتعالى قد قال صراحة في كتابه العزيز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لذلك تسمع فينا بالشوقهم يا شيخ أكيد أنتوا أنت حسيت هذا في القلب ماذا يليج السادر شو يدخل القلب كي يداوم على الذكر مش نشوقوا الناس أنهم يجربوا مثلا يعدي جمعة وهو مداوم قدر الإمكان على الذكر على الاستغفار نجم تنقل الإحساس اللي تحسوا الراحة والطمأنينة معنى يتمر من حالة إلى حالة تكون في حالة بعد نهار ساعة خمسة سوية تقول يقيناً سبحان الله يقيناً يقيناً يعني تمر من حالة تضيق إلى حالة راحة الذين ربي قال مش أنا سحيح نعطيك تجربتي ولكن ربي قال الذين آمنوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا قُلُوبِ وهو أصدق القائلين ونزيد نقول لك راه مش يغير لك النفسية متاعك فقط بل يغير لك الحالة متاعك يعني لا يكفي أنه ذكر ربي سبحانه وتعالى يغير لك النفسية من ضيق إلى راحة بل يغير لك الوضعية متاعك إلى الأفضل بإذن الله يفتح الأبواب ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أن ذكر الله وملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى تفتح الأبواب وتفتح أبواب الرزق فالإمام قال له نرجع للقصة الإمام الإمام الذي تحدثت عنه حين قال لو ألم تسمع لقول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه يرسل السماء يعني يغير الله سبحانه وتعالى نواميس الكون بمجرد ذكر الله ونرجع مرة أخرى نقول ما هيش من كماليات في دين الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة صديقة نيروس قولك سيح كلمك يا شيخ وعن تجربة ذكر الله تتمأنه له القلوب وقد تكون المشكلة اللي ينتي فيها ولا المخاوف ما زالوا قايمين ولكن سبحان الله تهدأ النفس ويهدأ العقل وكأنك سلمت أمرك إلى ربي صارتك الكونيكسيون بينك وبين رب العالمين وكأنك بطريقة ذكر ذيك قلت له يا ربي راني شيلتك همي يا ربي راني لا حول لي ولا قوة إلا بك ففعل ما تشاء وأنا راضي يا تسليم لله رب العالمين الذكر برشب حكيت على الاستغفار أصليت على الرسول صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع طبعا تكفى همك تكفى همك ويغفر ذنبك لحوله ولا قوة إلا بله يقول لك تولينه للحديد لحوله ولا قوة إلا بله أفضل وما قلت أنا والأنبياء من بعدين لا إله إلا الله وحده لا شريكة لا أهله الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير ذكر الأذكار الصباح أذكار المساء أذكار كنقوم من نوم أذكار كنجو نرقل بيش ما نسعبوش عن ناس أكثر الأذكار اللي الشيخ الكوكي في حياته العادية يحاول ما يذيحهمش الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقني والله تحب نقول لك حاجة توذية تجربة شخصية ما سيرش ما سيرش أنا جايك متقلق في نفس موانزمة بيش نبعث لك المساج نقول لك مو جاي في وضعية على مباك الرب والله شكو لله عز وجل وحتى ريم قلت له يعني بملاحظت أنت مقعتش بحديك من لو قلت وين وسيف بمجرد أني خذيت معاك وخذيت معاك وكلمة وعلى ربي وعلى الذكر وعلى الاستغفار والله العظيم والذي رفع السماء بلا عمد قدش عنات ودرج ودرج ونص تغير الحال إلى أفضل الأحوال نفسي تي حاجة أخرى والله نفس الحال والله العظيم وشكو لله قال الشيخ سيف الدين الكوكي به أذكار السباح وأذكار المساء الشيخ نحاول ونحفظوا منهم قدر المستتاع مش بالضرورة تحفظ يا راجل خرج وحطهم قدامك عملوا لهم في التليفون يتبعوا هما حتى ساعة والأبليكاسيو في سمارتفون تدخل تكتب أذكاره الصباح والمساء مكش مطالب تحفظهم أقراهم كما الحربوش والله لو كان الإنسان مريض راهو حريص كل الحرص على أنه يشرب بدواه ويعمل رابال ويعمل كذبر شكيات فهي بمقام الحربوش هي بمقام الدواء فإن كانت الحربوش أدواء للأجساد فإن أذكار الصباح والمساء دواء للأرواح والإنسان بالروح ليس بالجسد ربي يرحمنا ناس كله ربي يتقبل منا ومنك شيخ سيف الدين الكوكي ربي ناس اللي تفعلت معنا في علاقة مع الدواء اللي قلنا مفقود واللوجه عليه هو اكس جاد 500 ميلي جرام اكس جاد 500 ميلي جرام اللي يحب يتسل يتسل برقم الاعداد 50 417 850 50 417 850 عود الثالث مرة اللي نجي معاون طفل عمرها ثمانية سنوات مصابة مرضى السرطان نحن terms لا افيا موسيقى